إنك تتفرج على عرض مصرحي هو في الحقيقة ممكن يكون حلم لكثير من الناس خاصة لو بطل العمل نجمك المفضل لسنين كثير قوي الحلم ده كان صعب تحقيقه خاصة لسكان الأقالين بسبب طبعا أنه يعني محدش بقى هيحجز تسكرة قطر ويسافر لمحافظة تانية عشان بس يحضر عرض مصرحي لكن في الحقيقة الحلم ده دلوقتي بقى حقيقة من خلال مصرح المواجهة والتجوال اللي بيحقق العدالة الثقافية وقدر أنه يوصل لـ 23 وحفظة مصرية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من الأستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مصرح المواجهة والتجوال صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم أهلا بكم نوارنا صباح الخير يا مصر مبسوط أن أنا موجود معاكم صباح الخير على كل استاذ المشاهدين وإحنا كمان مبسوطين أوين أنت معينا وعايزين نعرف في البداية كده المشروع نعرف عنه أكتر يعني إيه هو مصرح المواجهة والتجوال وليه سمتوك مشروع مصرح المواجهة والتجوال هو تابع لوزارة الثقافة وبينفزه البيت الفني للمصرح بقيادة المخرج والأستاذ سماعي المختار المواجهة والتجوال عندنا محورين حين نشتغل عليهم في المشروع ده مواجهة الأفكار الأصولية أو الأفكار المتطرفة بكل أشكالها عموما يعني المحور الثاني تحقيق فكرة العدالة الثقافية بدأ الموضوع بمجهود فردي أما أنا اتخرجت من بعد عن الفنو المصرحية والاتحقت ببيت الفن المصرح بدأنا نعمل مصرحية المصرحية دي كان اسمها عشقين ترابك وكان من الأوائل كان اسم المصرحية أي معلش عشقين ترابك كان الأول استضام على دولة الإخوان سنة 2011 وبعدين عملنا الجزء الثاني منها بعد 30 يونيو إلى أن جاء الأستاذ سماعي المختار رئيس البيت الفني المصرح وكان السيدة الوزيرة الدكتورة إناس عبدالدايم فحصل اجتماع وبدأنا نخطط أن الفكرة كانت أول كلمة قالتها الدكتورة إناس إحنا ماشيين كلنا بس أهم حاجة إحنا نبقى معاملينها أننا نرسخ لفكرة أو لمؤسسة تقدر أنها تروح للأطراف وكان الاجتماع ده في 2018 وبدأت بحاجة صغيرة شعبة داخل مصرح الحديث قدرنا نعمل أربع عروض وبدأ المشروع يجبر أكتر في احتضانته الدكتورة أكتر وأنشأت فرقة مصرح المواجهة والتجوال لإنتاج العروض اللي بتلف جمهورية مصر العربية وبعد كده كبر المشروع أكتر بقى مشروع مصرح المواجهة والتجوال وأصبح من أهم المشاريع اللي بتنفذها ووزارة الثقافة المصرية قدرنا في خلال السنتين اللي فاتوا أن نعمل أكتر من 700 ليلة عرض بمصر حيحترافي في كل جمهورية مصر العربية وكاننا 23 محافظة هنا يعني 700 ليلة عرض دول في 23 محافظة في 23 محافظة في السنتين بس الأخار سنتين دي كان فيها أربع مراحل أربع مراحل تمام رحنا العريش عرضنا في معسكرات الأمن المركزي هناك رحنا وصلنا لقرية أبو رماض دي آخر قرية في حدودنا مع السودان من ناحية حلايب وشلاتين غرب سهيل في أسوان إينا لقصر مجهود كبير والأول مرة لكن مترمية الأطراف كلها أنتو تقريبا نظرتوها كده احنا قد نبقى شغالين طبقا للتقارير اللي بتطلع من الدولة المصرية يعني مثلا المينيا مثلا فيها مثلا مشكلة التمييز على السيدين فبنروح بعروض بتناقش الفكرة دي هناك مثلا في الواجه بحري الهجرة الغير الشرعية والأمور دي بنبقى شغالين على الموضوع ده الموضوع قايم على فكرة التكامل ما بين الوزارات المعنية بالمسألة وده حقيقة أنا بشكر الدكتورة إيناس عبدالدايم أنها فتحت لنا المسألة دي معانا وزارة التضامن الاجتماعي بتساهم معانا في الموضوع معانا وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية وزارة الدخلية عشان تأمين العروض لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي أنهينا الجولة الموجة الرابعة وبإذن الله احنا في الأعداد للموجة الخامسة في الفترة اللي جاية دي طيب يعني كل اللي أنا فهمها منك دلوقتي أن كل محافظة حسب هي محتاجة أي من الوعي أو أنه ننشر فيها وعي معين بناء عليه هو ده العرض المسرح إيه أبرز العروض المسرحية اللي أنتو عملتوها يعني أنا حب أفهم هل هي مثلا بتبقى مصارح يعني عروض زي ما بيقولوا ميوزيكل مثلا فيها نوع من أنواع العزة معينة يعني فاهمني تبقى عملة إزاي إحنا في التقسيمة بتاعتنا للعروض في البيت الفني للمسرح التابعة لقطاع الإنتاج للثقافة تحت إدارة المخرج الأستاذ خالق جلال والبيت الفني المسرح للأستاذ سمع المختار فيه طبق فاكهة متنوع في كل العروض على حسب كل فرقة الإنتاج اللي هي بتنتجه وإحنا بناخد العروض دي بنقسمها لتلات مستويات المستوى الأول بتبقى عروض نجوم كبيرة مثلا نزيل عرض بتاع النجم الفنان سامي حسين حلم جميل أو عرض بطولة نجوم تانيين من زميلنا في البيت الفني للمسرح دي بتعرض في المسارح العامة يعني مثلا لو رحيم محافظة إنا بنعرض في المحافظة نفسها على مسرح الهيئة العامة لأسور الثقافة اللي بواجه الشكر للزميل المخرج الشام عطوة لتعاون الكبير معنا وده هنا بس تعاوز أوضح لأستاذ المشاهدين هو ده مش تمييز ما بين فئة فنان أو فنان آخر هو فكرة بس يعني اعتبارات أمنية لا مش الفكرة علشان شعبوية الفنان طبعا ودي أقول لا واللوجيستيك بتاع الاحتياجات بتاع العرض بتاعه ولازم بيبقى عروض جراند وكبيرة فما ينفعش نتطلع بها برد العروض الثانية بتبقى عروض أقل مش في المستوى الفني لا أقل في الإمكانيات ان انت تقدر تحركها ودي مثلا لو راحين كفر الشيخ ممكن نروح دسوق طنط المحلة كبيرة الكلام من ده بس أقل الإمكانياته أصعب في موهبة الفنان أقل إمكانيات لكنها أصعب في موهبة الفنان طبعا طبعا لأن انت هنا الوان من شو زي ما بيقولون انت تعمل كل حاجة الليفل الثالث عروض شبابية أيما على فكرة انها تعرض هنا والآن في أي مكان في مدرسة في جورن في مركز شباب على شط بحر وده العبء الأكبر اللي بيشيلوا الفنانين والفنانين دول الشباب الصغارة دي تبقى خارجة المعهد العالي الفنون المصرحية أو أكاديمية الفنون وهي طاقات هيلة فلما بيشوف بلده يعني عندنا مكاسب كتير احنا بنقدر نبسك يعني كان قبل كده تدخل المعهد العالي في مصرحية هو مسلسل مش عارف ايه بتاع وانت منعزل خالص على المجتمع بتاعك الشباب لما بتروح معنا بتشوف حلاقي بتشوف شلاتين بتشوف مصر بتشوف مصر حقيقة طينا ايه مشاكلنا احنا المجتمع بتاعنا مليان بالأزمات ومليان بالمشاكل وفي حياة كل المجتمعات تفكير داي طيب بالمناسبة دي بقى التفاعل الجمهور كان ايه انا عرفت منك من الفاصل ان اصلا التذاكر دي انا كنت فاكريها باسعار رمزية تلعت ببلاش خالص فصح ولا لا او يعني كانت المفاجأة الكبيرة كان احنا كنا بدأنا فكان في اجتماع اللجنة العليا الحياة كريمة وانا انا بشوف ان انا عدو فيها في زر الثقافة وكان معنا اللجنة الكبيرة جاي فعلا اكتشفوا ان احنا سابقنه احنا من 2016 او احنا في الارض مع الناس الفكرة كلها في ظل الازمة الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها او الدولة في حالة المواجهة اول حاجة البناء ادم هيستغنى عنها فكرة الترفيه او فكرة الثقافة فاحنا بنضرب الناس عموما ان هو ازاي تعاطى الثقافة او ان يبقى ليك ظهير شعبي يدافع عنك اولا وان يبقى الحاجة دي ضرورية بالنسبانه فالمشروع قايم على فكرة المجانية الى ان بعد كده يبدأ ناخد خطوات تانية بذل الله يمكن الحياة هنا بتقول اثناء الاجتماع الخاص باللجنة العليا لحياة كريمة اكتشفوا اللي انتوا سابقنه لكن اللي حصل من خلال مبادرة حياة كريمة هو فكرة توحيد القوى وتوحيد الرؤى ففكرة بدل ما حياة كنت بتشتغل منفرد لا اصبح نهاردة فيه تلاحم وفيه لحمة من كافة الاجهزة المعانية وكافة مؤسسات الدولة علشان خاطر تقدر اللي انت تكثف جهودها في مكان واحد فالمردود بقى اكبر اعتقد بدأنا في التكامل وما بين الجهزة المعانية ونفذنا السبعمائة ليلة عرض في السنتين اللي فاتوا دولت في كرة حياة كريمة في سبعمائة قرية قبل بقى قرة حياة كريمة نفذته في كام قرية كان ايه؟ قبل قرة حياة كريمة نفذته في كام قرية يعني واحد ديك شغال منفرد كان لأ برضو بنسبة كبيرة بس ما اصدتش لقى من السبعمائة بس اكيد طبعا ايه دي اللي انا اصدت بقى هنا فكرة اللي هو تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية اللي موجودة عندكو لما الخادة السياسية أو السيد رئيس الجمهورية بدأ يوجه للأطراف وللأقاليم طبعا لازم يكون فيه انفتاحة كبيرة وفيه تسهيلات اكتر والاجهزة المعانية بتبدأ نشاور لها ان ده مهم جدا ودكتورة اناس عبدالدايم مهتمة جدا بكل تفصيل هي جات معنا عرض حضرت معنا في كرة ونجوم وقالت انا مش عايز هي في المقام الاول وزيرة فنانة فهي يعني هي بنت الشغلانة زي ما بيقول ايوة طبعا ايوة طبعا ايجي معانا عاوز اسأل حقيقة عن عرض حلمك جميل العرض ده مختلف ومميز واعتقد لقى اقبال كبير طبعا بيدور حوالين ايه العرض ده العرض هو من انتاج المصر حكومي دي اخراج الاسلام امام الزميل وبطولة النجب الفنان سامي حسين العرض ده في جملة واحدة واحنا في انا وبنعرض فبيشيلوا البوستر بعد ما خلصنا فعجوز مصرية عندها تسعين سنة قال الجملة ما تشيلوش النور من هنا الله عرض ما تشيلوش النور من هنا السامي حسين وانا بشكوره على الهوى يمانه بالفكرة وانه هو ينزل وانه هو يروح للقرى وانه هو يروح النجوع فحققنا المراد يعني كنا يمكن منتكلم في بداية الحلقة النهاردة انه محتاجين من الفنانين ومثقفي مصر انهم يبتدوا يشاركوا في مثل هذه المبادرات ويبتدوا يروحوا للمناطق النعية يمكن في عنحاء الجمهورية مش بس محافظات لا كمان في اطراف الموجودة على حدودنا وده هيساعد اكيد في نشر الوعي وتغيير الفكرة زي ما حضرتك قلتوا يمكن ده الهدف من المبادرة بس عايزة اعرف قصة عزل 101 ده اول انتاج لفرقة المواجهة والتجوال للفرقة بقى مش المشروع 101 عزل احنا بنحكي فيها عن بطولات الجيش الابيض في فترة الجائحة وفترة كورونا وازاي ان الفكرة بقى هنا من هنا والان الفلسفة بتاعت الفرقة بقى مش المشروع في النورود اللي احنا بننتجها 101 عزل بتتكلم عن بطولات الجيش الابيض وعندنا النموذج الاول فيها هو الدكتور محمود اللي كرام السيد رئيس الجمهورية اللي فقط نظروا بسبب الفيروس واخدين قصة لممرضة وقصة لدكتور متضفرة جدا في حدوتها جميلة جدا بنعرف الناس في قيمة القطقم الطبية ودورهم ليس منهم جيش مصر الابيض دورهم الكبير في مواجهة الجائحة وازاي ان الناس دي يعني عملت انجاز كبير وبمناسبة دي بعدعوهم وبدعو السادة المشاهدين احنا عندنا ثلاثة ايام في مركز الابداع في اسكندرية يوم 8 وتسعة وعشرة الساعة 8 مساء هنعرض 101 عزل وبعد كده هنرجع نستكمل 101 عزل على المصرح العاين بالماني انا عجبني فلسفة المشروع ان هو مشروع مش قايم على وحي الخيال انت بتعرض قصص قصص يمكن هي حقيقية قصص عاشها المواطن وده اللي خلى فيه حالة من حالات التقار والشديد ما بينكم وما بين المواطنين لانهم حاسين انتوا حاسين بهمومهم ومشاكلهم وفكرة اللي انتوا تروحوا محافظة حدودية زي سينة رغم ما تحملت وطيلة السنوات الماضية من مواجهة للارهاب تنتهين بيعني بتعظم من اسم المشروع مواجهة وتجوال سينة كانت من بعض المحافظات او من المحافظة الرئيسية اللي كان فيها يعني ارهاب قبل يعني العملية الشاملة 2018 حتى استطاعت ليها تنهي على هذا الارهاب نهاردة انت رايح لهم بفكرة ووعي ثقافي وطرفيه ده ارسالته عنده كنتم كفنانين يعني انا احكي لحضرك عن تجربة 2016 احنا رحنا عرضنا في معسكر قوات الامن في العريش في عز موجة الارهاب وروحنا وشوفنا الحقيقة وشوفنا ايه اللي بيحصل وازاي ان في تضحيات كبيرة بيقوم بيها ابطالنا هناك على الحدود ومن هناك طلعت فكرة ولاد البلد مصرحات دي كانت اخراجي من العريش اه من العريش وعملنا البطولة الاثنين مجند اسمه جيرجس ومجند اسمه قد الاثنين حكايتهم انا سمعتها منهم هناك ودفرناها وعملنا منها مسرحية ولاد البلد مصر كلها احنا رحناها بنطلع عروض يعني مثلا زي ما فيه مية واحد عز اللي كان فيه عرض برضو امر تكليف وده كان بيحكي عن نقطة حدود في سينة ودواعش بيهجموها المرال الاخير اللي احنا كنا بيقوله الاستاذ باسم اناو المخرج ان الكتيبة كلها استشهدت بس ما دخلوش يا فدنا يعني في الحقيقة دور كبير قوي انتو بتعملوه لانه لما نوصل لاطراف البلد او لما نوصل لمناطق حدودية يمكن صعب شوية انه ممكن يكونوا مش عارفين قوي اللي بيحصل انتو رايحين بهدف وبفكرة وعندوك وبتعملوها بالفن يعني هو الفن وفيش اسمة منه فعلا عشان كده وبيأثر في التقافات لأي مجتمع كل الشكر لك الاستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مصرح التجوال والمواجهة او المواجهة والتجوال على وجودك معنا بنتمنى لكم كل التوفيق على اللي جاي ان شاء الله وان شاء الله تعملوا عروض اكتر واكتر وطلعوا منها نجوم كمان اكتر واكتر وبإذن الله تكونوا معنا في المؤتمر الصحف اللي جاي هنعلم فيه عن الموجهة الخامسة من مشروع الموجهة والتجوال سيدة الوزيرة بإذن الله هتاني عنه مشروع تموح الرقم مش هنقوله لانه هيبقى مفاجأة كبيرة واتنورونا وتساعدونا ان احنا ان شاء الله نتمنى ان احنا ننوركم في ليلة عرض مش مؤتمر صحف ننزل على عرض الواقع ونشوف التفاعل مع الجمهور اكيد انا رحت سينة بالمناسبة فما عنديش اي مشكلة خالص كل التوفيق لحضراتك وان شاء الله لسبعمائة ليلة عرض يبقى سبعمائة الف ليلة عرض ومزيد من النجاح والتوفيق